بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد جدا بهذا الحديث لأبنائي طلاب جامعة الملك خالد هذه الجامعة الأثيرة والغالية على قلبي لسببين في الواقع أولا لأنني شهدت ولادة هذه الجامعة وأطلاقها عام 1419 ربما بعض بعضكم ما ولد وقتها كنا في زيارة للملك عبد الله كان وقتها ولي عهد رحمة الله عليه لمنطقة عسير وكان هناك حفل تجهين بعض المنشآت الجامعية لفرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفرع جامعة الملك السعود طبعا الفرعين كانت فيها أقسام العلمية في جامعة الملك السعود والأقسام الاجتماعية والتربوية والنظرية في جامعة الإمام محمد بن سعود معالي الدكتور خالد عنقري أعلن صدور أمر ملكي للتو بأن يدمج فرع جامعة الملك السعود وجامعة الملك وجامعة الإمام محمد بن سعود لتصبح جامعة واحدة في عسير في أبهى باسم جامعة الأمير عبد الله بن عبد العزيز وصفق الحضور وانتشع الجميع وفجأة الأمير عبد الله راعي الحفل ذهب إلى منصة الخطابة وقرر في الحال أن يغير اسم الجامعة من جامعة الأمير عبد الله لتصبح جامعة الملك خالد وهي هذه الجامعة الصرح التنويري العظيم وبالتالي تغير اسمها في دقيقة مرتين المحور اللي راح نتكلم عنه معاكم هو محور المواطنة وأنا أعمل في الحرس الوطني وعملت في أحد منتجات الحرس الوطني الشهيرة وهي منتجات ثقافية وطنية وهي المهرجان الوطني لاحظت كلمة الوطني فيقشعر بدني عندما أذكر هذه المفردة الوطني سواء كان المهرجان الوطني أو الحرس الوطني الوطن مفردة عظيمة وكلمة لها دلالات جدا مهمة جدا نتحدث في المحور الأول عن الهوية وعن المواطنة الهوية تعني بالضرورة الانتماء الجورافي لهذا البقعة وهي انتماء قدري ليس لك فيه أي شيء لكن المواطنة والانتماء الحقيقي هو ما تقدمه لوطنك قيمك عوامل انتمائك الحقيقية بذلك دفاعك مواطنتك إخلاصك هويتك الحقيقية تتشكل بما تقدمه لوطنك لا ما يقدم لك الوطن فبالتالي يجب أن نفرق بين هذا المفهوم مفهوم الانتماء الجغرافي وهو أن تنتمي لهذا الوطن وبالتالي ليس الوطن هو بطاقة الاحوال المدنية أو جوال السفر أو أنه كلت في أبهى أو في الباحة أو في الجوف أو في عرعر أو في الرياض الوطن حقيقي أن تعطي لهذا الوطن ما يستحق منه طر أن تقدم له أن تلتزم بالقيم والنظم الاجتماعية والدينية والأخلاقية وتنتمي حقا لوطن عظيم لك ولي أن نفتخر به جميعا بالتالي نحن نفرق بين مفهومين مفهوم المواطنة ومفهوم الانتماء اللحظي الجغرافي لهذه البقعة الشاعر يقول الوطن ما هو قصيدة تنكتب في وسط دفتر الوطن أكبر وأكبر وبالتالي الوطن ليس فقط أنك مواطن سعودي الوطن هو أن تعطي وتعطي وتعطي أسليب تنمية المواطنة عديدة وكثر لعلنا يعني يقفز للذاكر مباشرة رويلت المملكة العربية السعودية 2030 التي كان عرابها وأطلقها اسمه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ملهم الوطن وملهم الشباب وملهمكم أنتم كجيل هذه الروية ركزت على أن يكون مجتمعنا مجتمع حيوي وهناك اتفصاد مزدهر وهناك جودة حياة الرؤية ركزت أيضا أن تكون المواطن السعودي هو جوهر هذه الرؤية ليس فقط هو من توجه له مشروعات التنمية والبناء ولكن يكون هو أس هذه التنمية هو أساسها الأمير محمد يقول بأن المواطن السعودي هو أغلى ما نملكه في المملكة العربية السعودية المواطن السعودي هو الكنز الحقيقي هو الذي يعول عليه بالتالي فعندما نلاحظ مخرجات هذه هي الرؤية المباركة حتى الآن في العام السابع أعتقد أنها تجويد عطاة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تنويع مصادر الدخل تعظيم الاقتصاد الوطني العمل على إيجاد مصادر أيضا دخل منوعة رفع معدلات النمو السعودي الاقتصادي إلى أن نحن الآن في دول العشرين والمملكة العربية السعودية في هذا العام هي أعلى دولة أو أعلى نمو اقتصادي في دول العشرين وهي يعني معظم دول العالم الصناعي بالتالي فإن الرويلت المملكة العربية السعودية التي تقوم على أن يكون المواطن السعودي هو منطلق هذه التنمية وهو هدفها في المقام الأول هي أنتم الشباب نحن نعول عليكم المملكة العربية السعودية عزها الله وأكرمها بأنها موطن الحضارات وأرض الرسالات والبطولات بأنها أيضا فيها ثراء من ناحية قيمتها الاستراتيجية قيمتها الدينية بعدها الثقافي والتاريخي والحضاري كل هذا التنوع والثراء الذي تعتز به المملكة العربية السعودية يعول عليكم أنتم بأنكم إن شاء الله من سيبني مستقبل المملكة العربية السعودية عبر هذه المقومات الاقتصادية والحضارية والثقافية التي في مقدمتها أنتم أنتم الشباب سواء كان أبناء أو بنات الوطن فبالتالي عندما تكتمل إن شاء الله مسارات الرؤية المتصلة والمرتبطة بالمجتمع السعودي فنصل إن شاء الله إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وإلى حياة هانية وإلى دولة متماسكة يضرب بها المثل أصبحت لأنها محط أنظار العالم لها ثقلها الاقتصادي وثقلها السياسي ثقلها الحضاري بل المملكة أصبحت هي محط أنظار العالم لأن عندما نشاهد في الرياض ملتقيات اقتصادية ملتقيات سياسية ملتقيات رياضية ملتقيات ثقافية وفنية أصبحت الرياض قبلة العالم والمملكة بتنوعها وبيئتها أصبحت هي أيضا محط أنظار العالم وبالتالي أنتم من يعول عليه لكي نبني هذا الوطن المزدهر وهذا الاقتصاد المتجدد إن شاء الله حقوق المواطن وواجبات المواطن الفرق بين الحقوق والواجبات أنتم تعرفونها بالتأكيد حقوق التي لك أنت على الدولة تكفل لك الحياة الكريمة الرعاية الصحية الرعاية التعليمية الأمن والأمان ولكن عليك أنت واجبات عليك أنت ابني وعلى ابنتي وعلى كل مواطن في هذا الوطن واجبات الدفاع عن وطنك التمسك بتقاليده وعاداته والمحافظة على الأمنه هو نبث الفرقة والعنصرية والمذهبية والطائفية وكل أنواع التصنيفات التي يجب أن تحارب وأن تلغى من قاموسنا كسعوديين نحن سعوديون في المقام الأول وفي المقام الأخير وهذا الوطن للجميع لا يفرق بيننا مذهب أو قبيلة أو مدينة أو انتماء عرقي أو انتماء قبلي كلنا في هذا الوطن والتالي هذه واجباتك أن يدافع عن وطنك أن تستشعر المسؤولية المنقال عاتك بأن تجود عملك يعني أنا أقول لك مثلا من حقوق الدولة على المواطن يقول لك أن الله يحب وإذا عمل أحدكم عملا أن يطقنه الطالب في جامعته أو في مدرسته الأستاذ الجامعي المعلم في المدرسة المعلمة كذلك العامل في المصنع العسكري في عملة يا أخي حتى أن تميط الأذى عن الطريق هذا من باب إتقانك لعملك فعندما تجود مخرجات عملك وعندما تقدم لوطنك انتماءك الحقيقي في أن تتكن ما أوكل لك من المهام دراستك تعليمك واجباتك العلامية إذا كنت إعلامي واجباتك الثقافية واجباتك الوطنية هذه هي حقوق وطنك عليك أو واجبات وطنك عليك لا تقول ماذا قدم للوطن بل يجب أن يكون السؤال ماذا قدمت أنت لوطنك وماذا يجب أن تقدم أنت لوطنك هناك قصة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه عندما دخل المصمك أو كان المصمك يبنى وهذه ذكرها المؤرخ الريحاني يقول بأن البناء كان يكتب على السور نبني كما كانت توائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا فقال له غير كلمة مثل ليصبح فوق فيصبح البيت نبني كما كانت توائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا فوق ما فعلوا هذه المواطنة لا تقول كان أبي وكان جدي وعمل فلان وفلان يا خي ملوكنا الملك عبد العزيز أطلق هذا الكيان العظيم وأسسها وحماها من الشتات والفرقة والنزعات الملك سعود أطلق المؤسسات والوزارات الملك فيصل أعطاه بعدها القومي وبعدها الإسلامي العظيم الملك خالد أطلق النهضة الاقتصادية والمشروعات الملك فهد بنى التعليم والجامعات الملك عبد الله أيضا البعد الإنساني والبعد القومي العربي الملك سلمان الآن على جميع المستويات هناك رؤية تنهض بهذه الدولة المباركة وتصبح دولة عالمية الآن بعدنا بعد عالمي ليس بعد فقط إقليمي أو بعد إسلامي أو بعد عربي بعدنا بعد عالمي المملكة عربية السعودية الآن محط أنظار العالم تدير ملفات سياسية على مستوى العالم وتقصد في كثير من الكضايا الدولية ويعول على قادتها الكثير فبالتالي هذه المواطنة أن نفعل فوق ما فعل أباؤنا وأجدادنا لا تقول يعني يقولك ليس الفتى من قال هذا ليس الفتى من قال كان أبي إن الفتى من قال ها أنا ذا الوطن عظيم عظيم خالد بن هذال يقول عن الوطن وطننا ما نبيعه مثل من باعه وما نشريه ولا نشريه أسامينا على صحراه مرسومة ومطبوعة بالتالي هذا الوطن هو هذا النسيج المترابط يجب أن نكون وطنيين حقيقيين ليس فقط بمعنى الدلالي المباشر بمعنى العميق بالكلمة النوعطي ونوعطي ونوعطي الأمير بدر بن عبد المحسن يقول في أحد القصائدة دارنا ما هي في كل الديار شمسها تسبق الشمس بنهار أهلها أهل الشيم عمروها من عدم سطر وفوغ العلم لا إله من الله الوطن غالي 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 وانت يا قلب الوطن غالي وغالي كثر ما كانت كثر ما راحت معالي وكثر ما جتنا ليالي وكثر ما عاش الوطن عز ومعالي الوطن عالي عالي هذا هو الوطن الدكتور رازق صيبي يتكلم على الوطن يقول البشراء تراقصة الرمال لها فمن الرمال تفتق الورد بدون أجل وعدوا كما قال الأمير محمد بن سلمان لكن ما يعول عليه هو نفط السعودية شباب السعودي وشعبات السعودية أمير الشعراء أحمد شوكي يكيد فيكم من يحب الشعر والشعر العربي يقول والوطاني في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق ولاحظ كلمة دين مستحق لوطان في عناقنا دين أن نقدم لوطاننا ما نقدمه لأنفسنا أيضا يقول الأمير الشعراء وطني لو شغلت بالخلدي عنه وطني لو شغلت بالخلدي عنه نازعتني إليه في الخلدي نفسي تخيل أنت مشغول بالخلد عن وطنك ومع ذلك أنت غير معذور تنازعك نفسك بأن تقدم لوطنك أهم من أي شيء بالتالي علينا أن نقدم لوطننا وإلا نقول ماذا قدمنا الوطن بل نقول ماذا قدمنا الوطن المملكة العربية السعودية أنا بقول قصة لأولادي وأبنائي طلاب طالبات الدول عندما تسقط لا تعود هكذا يقول التاريخ الدول العباسية عندما سقطت لم تعود أيضا الدول الأموية عندما سقطت لم تعود الدول الفاطمية الإمبراطوريات الفارسية والرومانية التاريخ يقول هكذا لكن تخيل دولة السعودية تقوم ثم تسقط في سنوات ثم تعود مرة ثانية وتقوم ثم تسقط لكنها عادت مرة ثالثة على يد الملك عبد العيز ضيب الله وفراه مع رجال المقلصين هذا درس بارتباط هذه الأرض القدري بهذا الإنسان ارتباطها بهذا الإنسان عندما تقوم الدول بعزايم أبنائها فهي لا تسقط وعندما تسقط فهي تعود أكوى وأكوى الشاعر الأمير بدر من عبد المحثن وصفه دخول الرياض وعزايم الرجال الأبطال بالجبال فيقول في وصفه هذا الرجال جبال أو حظها الأجيال خلى سراب اللال نهرب يديهم تخيل أنه اللي كان ينظر لنا من المشروع وحدوي على يعني جاء الملك عبد العزيز من الكويت مع أهربعين رجال على ظهور الإبل من يتوقع أن هذا المشروع الذي وصفه الشاعر بأنه كارم جير ربياني سراب سيتحقق وينتج أعظم كيان سياسي في العصر الحديث هذه الدولة التي سقطت مرتين ثم عادت المرة الثالثة تكون أقوى وأقوى وهي أكبر اقتصاد في دول العشرين وهي الدولة العصرية الحديثة التي خصها الله عز وجل وحباها بالكثير من مقومات الدولة وهي التي إن شاء الله يبنى عليها ويبنى عليكم أنتم مستقبل أجيالها إن شاء الله في القريب العاجل يقول لمي البدر بن عبد المحسن يصف تلك الحادثة ودخول للرياض مع الملك عبد العزيز هل أربعين رجال ولا صخور جبال مكبر هقاويهم غزو غنائمهم وطن ما غيروا غير الزمن هل أربعين رجال ولا صخور جبال مكبر هقاويهم غزو غنائمهم وطن ما غيروا غير الزمن تخيل تغير الزمن الأمير خالد فيصل ماذا يقول أيضا؟ يقول ولي أتباهوا بالمنازل والأوطان ولي أتباهوا بالمنازل والأوطان لدير تنسيد المخاليق منها ولي أتباهوا بالمنازل والأوطان لدير تنسيد المخاليق منها اللهم صلي وسلم عليهم عندما أتباهى الجميع بأوطانهم وهذا حق مشروع فأنتباهى بأن المملكة العربية السعودية هي أرض الرسالات موطن لحضارات انطلقت منها رسالة محمدية فيها بوعث محمد صلى الله عليه وسلم هي بلد المجد وهي كما يقول الدكتور عزي قصيبي نفط يقول الناس عن وطني ما أنصفه وطني هو المجد المجد هو هذا الوطن ونحن وأنتم جميعنا سائرون في ركب التنمية وركب الحضارة والتقدم ونصنع وطن ونحميه بسواعدكم وأنتم